مباراة في الشهوط الأول كانت مخيبة جدا للأمال الفرقتين كان عندهم حالة من الجمود تحس ان الفرقتين مش فكرة بقى خايفين ونسين الكورة في حالة من العشوائية لكن في الشهوط التاني تفوق كولر بشكل رهيب جدا جدا على فريرا فريرا أخطأ أخطاء كبيرة جدا في التغييرات مقدرش ان هو يضيف اي شيء لفريقه في الناحية التانية في استغلال التفاصيل استغلال التفاصيل الفنية استغلال التفاصيل النفسية استغلال التفاصيل البدنية وكل حاجة من دي لها دلالة استغلال التفاصيل البدنية للاعب زي حمدي فتحي وقاليو ديانج زي تسيطر على وسط الملعب في مقابل فريق بيلعب وسط ثلاثي استغلال التفاصيل النفسية لمحمود عبد المنعم كهرباء وعودته واللي عمله في مباراة سموحة استغلال التفاصيل الفنية باستخدام حمدي فتحي في استغلال كبير جدا من مرسيل كولر للنحية الثانية كان فيه عدم توفيق كبير جداً لجيزوالدو فريرا الغير موفق من بداية الموسم بصراحة وانه هو بدأ الموسم بتلاتة خمسة اتنين لم تقت ثمارها فجرب شوية تلاتة اربعة تلاتة فمشت فنحراجع الاربعة تلاتة تلاتة اللي هو اصلاً ده الديفولت بتاعه من الولاية الاولى لكن يبدو انها لا تناسب فريق الزمالي فبالتالي انا بشوف نوافوز مستحق تماماً كولر بيواصل وقف المباريات الكبيرة ما في المية وكمان بيواصل انه يضع رصيداً في بنك النادي الاهلي انه هو عند جمهور النادي الاهلي نكتكسب الزمالك في مباراتين في مية وتمانين دقيقة بمجموعة المباراتين خمسة صفر خمس اهدف وخش في كل هدف دي بيبقى ليها مردود عند الجمهور ده اللي خلى الجمهور يغفر لفريرا كتير في الفترات اللي فاتت فكولر في طريقه انه هو يعمل رصيد مع جمهور النادي الاهلي ويستحقه تماماً لانه هو واضح انه هو مدرب عنده من الخبارات ما يكفي عنده من الخدرات ما يكفي عنده نقطة مهمة انا بحبها يا هوبا بصراحة في المدير الفني هو التكيف مع الظروف اكيد الاهلي النهاردة داخل بيابات حوالي 12 لعيب ما بين اساسي واحتياطي ومع ذلك بيؤدي هذا الاداء النهاردة بيخلد عبد الفتاح بيلعب اول مباراة لي مع الاهلي اصلاً في مركز قلب الفتاح بالزبط زي ما انت بتقول بس كان في منتهى الثقة وكان محمي بشكل كبير جداً بسه انت قلت النقطتين المهمين في منتهى الثقة ومحمي ده دور مدير فني انا ممكن انا كمدير فني ادخل للعيب يبقى خايف وادخل للعيب ورميه في النار ما مقدرش احميه لكن تقلق او بلاش تقلق الظهور الجيد جداً للاعب في اول مباراني في غير مركزه في مباراة قمة الظروف صعبة جداً وده بيدي كرادت لكولر اكتر ما منه من الاعداء فردي بالزبط طبعاً بالزبط فبالتالي انا بشوف نقطة فوق كبير جداً من مارسيل كولر وفيه نقطة كده على هامش يهوبا دايما احنا كنا حتى بنقولها في الاستوديوهات يا جماعة استثمروا في المدرب اللعيب المصريين شبه بعض فبالتالي لما بيجي مدير فني قوي بيعرف يطلع من اللعيب اللي مش افضل ما فيه اكيد مش اللي كل المدربين بتطلعه ده شفناه مع فريرة في الموسم اللي فات وبنشوفه مع كولر في الموسم الحالي وبنشوفه مع اي مدرب كبير بيجي يمسك في الكرة المصرية حتى بنشوفه مع فيتوريا مع محمود حمادة مثلاً يعني اللي بيجي في دماء كيروشمع عبد المنعم فبالتالي استثمر في المدرب انا بشوف ان المباراة عنوانها تفوق من خارج الخطوط انعكس داخل الملعب بشكل كبير